معي من رمضة مراسلة التليفزيون العربي يارا العملي يارا هل من مزيدنا التفاصيل بخصوص هذا الحادث نعم والفقد شيع الفلسطينيون ظهر اليوم جثمان الشاب جهاد الجعفري والذي يبلغ من العمر 19 عاما والذي قتل برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت في مخيم أدهيش الواقع جنوب شرق مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية والتي اندلعت بعد اقتحام قوة من الجيش الإسرائيلي للمخيم لشن حملة اعتقالات التي تشنها يوميا في مدن الضفة الغربية وعلى إثرها اندلعت المواجهات بين الشبان بعدها أطلقت قوات الجيش الإسرائيلي وابلا من الرصاص الحي والغاز المسير للدموع ما أدى إلى إصابة الشاب الجعفري والذي كان يقف على سطح منزله كما تحدث والده وقال أنه يقف على سطح منزله أي أنه لم يكن يشارك بالأحداث إلا أن نصاصها من الجيش الإسرائيلي أصابته في الصدر وأردته على الفور يعني هذه حتى اللحظة هذه الأحداث شيع بعدها الشاب وحيط وارئ الثرى في مخيم أدهيشة في مدينة بيت لحم حتى الآن لم يصدر أي بيان رسمي يدين العملية إلا أننا تحدثنا مع السيد أحمد عساف وهو الناطق باسم حركة فتح وقال أن هذه الجريمة لن تمر دون عقاب وأنها جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني مؤكدا أن السلطة الفلسطينية على أعتاب مرحلة جديدة لمقاضات الاحتلال على جرائمه من خلال محكمة الجنايات الدولية يارى كيف نفهم تصاعد حملة المدهمات والاعتقالات الإسرائيلية في الأيام الأخيرة ماذا تقول إسرائيل لماذا تلجأ إلى هذه الحملة يعني إسرائيل ليست بحاجة إلا ذرائع لتقتحم المدن في الضفة الغربية سواء كانت المدن أو البلدات أو المخيمات يعني هي تقول أنها تمارس نشاطات أمنية اعتيادية ولكنها دائما تتحجج بأن هناك إطلاق للحجارة أو إلقاء الحجارة من قبل الفلسطينيين على أماكن تواجدها يعني يوم أمس تحججت بنفس الشيء في مخيم عيدة في مدينة بيت لحم اليوم كذلك قالت بأن الشاب الجعفري ألقى عليها الحجارة إلا أن والده أكد أنه كان يقف ولم يشارك بالأحداث وأطلقت قوات الجيش الإسرائيلي عليها الرصاص هذه الحملات حملات الاعتقال وإطلاق النار وإطلاق الغاز المسيل الدموع دائما إسرائيل تنهج هذه السياسات دون أي حجاج أيضا كان هناك اليوم حملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية في مخيم قلندية الواقع شمال مدينة القدس اعتقلت أربعة فلسطينيين هم من الأسراء المحررين أيضا اندلعت مواجهات بين الشبان وجيش الاحتلال لكن لم تبلغ عن وقوع أي إصابات شكرا لك يارا يارا العمل في رمالله شكرا اشتركوا في القناة